السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً والسلام وكل بسمعني معكم السوصفة ومع قناة تيوك وكل بسمعنا الأول مرة عجل الفيديو منسى اشتركوا في رناء الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن الوالدين تعبير قصير في حدود 12 طرن حنتكلم عن والدين فضل الوالدين الوالدان من أجمل نعم الله علينا فهما أساس حياتنا وأجمل ما فيهوه كما أنهما كنز ثمين مقدمة أطرق قراءة مسافة كلمة أضع نقطة في نهاية المقدمة المقدمة لمحة بسيطة عن الموضع في حدوث سطرين طالما الموضوع قصير فحنا نحاول نجعل المقدمة سطرين أو سطر والخاتمة أيضاً سطرين والباقي نقطم في العرض العرض أترك فراغ مسافة كلمة والمقدمة أترك فراغ أيضاً الأب والأم هما أول من تفتحت أعيننا على رؤيتهما وهو من زرع فينا الأخلاق والقيم فالأب يسعى أو الأب سعى جاهداً ليلاً ومنهاراً من أجل توفير لنا كل الإحتياجات من ما أكلوا ملبسوا مشرب يحمينا دائماً ويدافع عنا وأما الأم تعبت وتحملت الألام من أجل راحتنا وكما سهرة توفرت لنا الهناء والسعادة ولتزال تغمرنا بعض فيها وحنانيها دي كده العرض العرض ذكرنا فضل الأب والأم الثانين ذكرنا الأب الأول بعد ذلك ذكرنا فضل الأم الخاتمة واجبنا نحو الأب والأم يجب علينا بطاعة الوالدين ورعايتهما نصحنا بطاعة الوالدين ورعايتهما لأن طاعة الوالدين واجب ديني وأخلاقي وطريق موصل للجنة ويقول الله عز وجل الشاهد بتعنا أي القرآنية وبالوالدين إحسانا خاتمة أنا أترك فراغ مسافة كلمة يعني أترك فراغ أو بيض مسافة كلمة ذات المقدمة في بداية العرض في بداية خاتمة تزموا بعلامات ترقيم لا تنسوا علامات ترقيم عند القول قال قلت يقول نضع نقطين شاهد أي قرآنية أو حديث أو مقولة أو حكمة نضع المستوجين في البداية نفتحهم ونقلقهم في النهاية نقطة في نهاية المقدمة نقطة في نهاية العرض نقطة في نهاية الخاتمة فاصلات بين الجملة والأخر فاصلة أدي فاصلة أدي فاصلة أدي فاصلة وغيرها من علامات الترقيم إذا أردتوا موضوعات أخرى عن الوالدين وفضل الوالدين موجود في غنوات يكتع عبير كثيرة عن الوالدين لجميع المراحل وجميع الصفوف وموضوعات قصيرة ومتوسطة وطويلة وبأكثر من نمط أيضا ترجمة نانسي قنقر